اشتركوا في القناة اليوم باذن الله سنناقش منضوع الاول مادة هندسة كعربائية بالضبط منضوع 2017 فلنبدأ على بركة الله وحفظه سؤال رقم اثنين طلب مننا رسم متمن اشغول التحويل الى بصر لرسم اي متمن يجب اتباع ثلاث خطوات اساسية خطوة الاولى قراءة دفتر شروط جيدا والخطوة الثانية تركيز على المناول الهيكيرية حيث الخطوة الاولى تكون على التزامن مع الخطوة ثانية اما الخطوة الاخيرة وهي تركيز على جدول اختيارات بالضبط نركز على المنافذات المتصدرة خاصة الموزعات هل هي احادة استقرار ام ثنائية الاستقرار وكذلك نركز على الملتقطات هل هذه الملتقطات موجودة في هذه الاشغولة ام موجودة في اشغولة اخرى نذهب الى المناولة الهيكالية كما تلاحظون هذا النظام مجزء الى اربع اشغولات الاشغولة الاولى يتم فيها تعبئة العلبة بحزم الورقية والرافعة اهية المسؤولة عن تعبئة هذه العلب اما الاشغولة الثانية يتم فيها تحويل العلبة المعبئة من الاعلى الى البساطة رقم واحد والرافعة بمزدوجة المفعول هي المسؤولة عن ذلك حيث تحتوي ساقة رافعة بي على جملة ميكانيكية هذه الجملة تساعدنا على تحويل العلبة بزاوية قدرها 180 درجة اما الاشغولة رقم الثالثة وهي اشغولة تقديم العلبة والتي يقوم بها البساط ومن مسؤول عن تدوير البساط هو المحركة اه واخر اشغولة وهي غير ظاهرة وهي اشغولة الطي والمسك وغلق العلبة نحن سنركز على اشغولة تحويل لان هذه الاشغولة طلب مننا استخراج متمن من وجهة نظر تحكم لها نبدأ يتم تحويل العلبة المعبة الى بساط بخروج ذراع رافعة لاحظوا معي جيدا يتم خروج ساقة رافعة بي وفي الناس الوقت اداة التحويل تبدأ في الدورة الى غاية الضق على بي واحد ماذا تلاحظون تلاحظون انها تحولت العلبة من الاعلى الى الاسفل اذا اول فعل لدي هنا هو خروج ساقة رافعة بي والملتقط بي واحد يبين لي انه انتهى خروج ساقة رافعة بي بعدها يتم تقديم العلبة وهذه الاشغولة هي اشغولة رقم ثلاثة لا تاهمون وقدمتها لكم لكي توضح الفكرة كيف يتم تقديم العلبة فقط بعدها يتم دخول ساقة رافعة بي لكي تعود اداة التحويل الى الاعلى ما الذي يبين لي ان الادة التحويل وصلت الى الاعلى وهو الملتقط بي 0 الى نهاية الاشغولة فعلين فعل اول خروج ساقة رافعة بي والفعل الثاني وهو دخول ساقة رافعة بي الان نرسم من وجهة نظر جزء تحكم لاشغولة تحويل اولا يجب علي معرفة رقم الاشغولة وذلك عن طريق متمن انتاج العادي كما تلاحظ تحويل الى البساطة رقم الاشغولة رقم 2 لذلك نرقمها برقم 2 وحذاري ان ترقم الاشغولة من جدول اختيار ثانيا المرحلة الابتدائية هي مرحلة 20 لماذا؟ لان رقم الاشغولة هو 2 والمرحلة الابتدائية رمز لها برقم صيفة لذلك تصبح مرحلة الابتدائية برقم 20 عندما تنشط شغول رقم 2 في متمن إنتاج لهذه تعطي نداء هذا نداء على شكل إشارة هذه الإشارة تسمى X2 هل يشتغل النظام؟ لا يشتغل بل ينتظر نداء آخر أو إشارة أخرى هذه الإشارة تأتي من متمن قيادة والتهية وذلك عن تنشط مرحلة تسمى بإذنب تشغيل L كما تلاحظون لم يعطي لي متمن قيادة والتهية في هذه الحالة نلجأ إلى أشغول رقم 3 ونلاحظ أن X104 هي إذنب تشغيل L فهنا يصبح الشرط X2 في X104 هل أضيف S1 في CP؟ هنا خطأ لماذا خطأ؟ لأن S1 و CP ينتميان إلى أشغول التعبئة فهذا دائما ركزوا على جدوى الاختيارة سؤال آخر هل أضيف A0 في B0 ملتقطان يبين لأن الرواف في حالة ابتدائية؟ في هذه الحالة المتمن قيادة والتهيئة هو المسؤول عن تهيئة النظام وبالتالي لا داعي لإضافة A0 في B0 عند تنشيط مرحلة ابتدائية وتحقق الشرطين أول فعل كما لاحظنا هو خروس ساق رافعة B ومن جدوى الاختيار خروس ساق رافعة B يتحكم فيها الموزع عن طريق DB زايد DB زايد بهذا الشكل بعد خروس ساق رافعة B تضغط على ملتقط B1 الذي يبين لي أنه انتهت عملية خروس ساق رافعة B كما تلاحظون بهذا الشكل عند ضغط على B1 بعدها يتم رجوع ساق رافعة بهذا الشكل من جدوى الاختيار رجوع ساق رافعة يرمز له بDB ناقص إذن في مرحلة 22 الفعل وهو DB ناقص ولكل فعل شرط نهايته إذن شرط نهاية الفعل خروس ساق رافعة دخول ساق رافعة B هو الضغط على ملتقط B0 عندها تحقق شرط B0 وتنشط مرحلة 22 تنشط مرحلة 23 هذه المرحلة 23 تسمى بمرحلة الانتظار بنسبة لأشغولة رقم 2 وهذه المرحلة عندما تنشط تعطي جواب لأشغولة 2 على شكل إشارة X23 ففي هذه الحالة نفهم أن الأشغولة رقم 2 انتهت وعندما تخم الأشغولة رقم 2 يصبح X2 بلون الأسود أي أنه خامل وبعد X23 شرط جديد هو X2 bar ما معنى X2 bar هو زوال نداء الأشغولة وبالتالي تعود الأشغولة إلى الحالة الابتدائية إذن سؤال ما وظيفة X23 X23 وظيفته هي مرحلة انتظار نسبة للأشغولة رقم 2 وتساهم في تطور متمن انتاج العادي لماذا؟ عندما يتحقق X23 تخم الأشغولة 2 وتنشط أشغولة رقم 3 سؤال رقم 3 طلب مني استخراج معادلة تنشيط وتخميل لبضع مرحل منها مرحلة 11 ومرحلة 12 ومرحلة 13 نبدأ في مرحلة 11 كما تلاحظون ما الذي ينشط مرحلة 11؟ كما تلاحظون في رأس المستطيل مرحلة 11 يوجد سهمين السهم الأول والسهم الثاني إذن هناك احتمالين الاحتمال الأول ينشط مرحلة 11 مرحلة السابقة والتي هي X10 مرفوقة بشرط X1 في X104 في S1 أو لماذا قلت؟ لأن إعادة المراحل هو تعاقب أو أو مرحلة السابقة الثانية والتي هي X13 مرفوقة بشرطها هي أنبار في S1 إذن معادة التنشيط هي X10 المرحلة باللون الأحمر والشروط باللون الأسود X10 في X1 في X104 في S1 أو زايد X13 في S1 في أنبار هذا لأن تكتب زايد X20 لأن X11 ليست مرحلة الإبتدائية أما التخميد أما التخميد X11 تخملها المرحلة البعدية كما تلاحظون توجد مرحلة بعدية واحدة فقط والتي هي X12 أو في حالة وجود الخلال في هذه الحالة لم يعطي لنا متمن الأمن في هذه الحالة نجأ إلى المعاقبات فنلاحظ أن X20 هي التي تعطي للأمر وبالتالي من الذي يخمل X11 تخملها مرحلة بعد X12 زايد X200 نذهب إلى مرحلة 12 كما تلاحظ مرحلة 12 تنشطها مرحلة السابقة مرفوقة بشرط إذن X11 في A1 وتخملها مرحلة البعدية والتي هي X13 أو في حالة وجود خلال زايد X12 أما المرحلة الأخيرة X13 تنشطها المرحلة السابقة X12 مرفوقة بA0 وتخملها المرحلة البعدية كما تلاحظون في أسفل المستطيل X13 يوجد تفرعين إذن هناك تخميلين تخميل الأول يخملها المرحلة البعدية X14 كما تلاحظون هنا والتخميل الثاني نتبع السهم تخملها المرحلة X11 إذن معادلة التخميل هي X14 زايد X11 زايد X200 في حالة وجود خلال وتعلمون أن X200 وظيفة والتنشيط مرحلة التدائية أي يدخل في التنشيط X10 فقط وتخميل باقي المرحل أي يدخل من مرحلة 11 إلى مرحلة 14 سؤال رقم أربعة وهو تسجيد معاقب كهربائي لأشغول ثلاثة كما تلاحظون تم تغذية كل مقاييس بجهد 24 فولت مستمع ما باقي علي هو تسجيد فقط أولا يجب استعانة بغرفسات لأشغول ثلاثة واستخراج معادلات تنشيط والتخميل نبدأ في مرحلة 30 مرحلة 30 ما الذي ينشطها؟ تنشطها المرحلة السابقة X33 مرفوقة بشرط X3 بار أو X200 في حالة وجود الخالد الآن سأجسدها كما تلاحظون X30 تنشطها X33 أي أن المقياس 30 ينشطه مقياس X33 عن طريق F2 وهو مخرج تنشيط مقياس المول نربطه بهذا الشكل مع U1 إذا تركته بهذا الشكل تصبح المعادلة X33 في صفر لماذا صفر؟ لأن ما بين U1 و U4 دارة مرتوحة لذلك ما بين U1 و U4 أضع شروط الانتقال إذن ما هو شرط الانتقال؟ هو X3 بار كما تلاحظون المرحلة لونتها بلون الأحمر وشروط الانتقال لونتها بلون الأسود وشرط الانتقال X3 بار وهو عبارة عن ملمس مغلق في حالة راحة واتجاهه يكون نحو الأعلى الملمس المغلق الشروط المنفية هي عبارة عن ملمس مغلق اتجاهه نحو الأعلى والشروط غير منفية هي عبارة عن ملمس مفتوفة في حالة راحة اتجاهه نحو الأسود هنا جسدت معادلة تنشيب أما تنشط عن طريق X33 و X3 بار أو في حالة وجود خلال X20 لذلك X20 ووصلها في المقياس الأول بـ O4 مربوطة بوشعة تنشيب أما باقي المقايس فتربط بZ بليس وهو مدخل تخميل جامع نرجع إلى مقياس الثلاثين يخمله مقياس واحد وثلاثين هذا هو مقياس واحد وثلاثين يخمله عن طريق F1 F1 هو مخرج يضمن تخميل مقياس سبق بهذا الشكل نذهب إلى X31 X31 تنشيطها المرحلة X30 مرفوقة بشارطين X3 X34 بهذا الشكل وعند التزيد نلاحظ أن مقياس X31 ينشيطه المقياس X30 نربط F2 بـ O1 تصبح المعادة X30 في صفر بقي لي شرطين وهما X3 في X104 إذن هم عباراً من المساني موصولين على تسلسل لماذا؟ لأن ما بينهما جودة ومفتوحين في حالة راح بهذا الشكل أما X31 مقياس 31 يخمله مقياس X32 كما تلاحظ مربطين مع بعض أو في حالة وجود خلال X20 نذهب إلى مرحلة 32 مرحلة 32 سننشيطها مرحلة 31 في S2 بـ بهذا الشكل وعند التزيد X32 ينشيطها مقياس X31 كما تلاحظون F2 مربوطة ب O1 لأنهم مربوطين على تسلسل بقي علي شرط وهو S2 رمز الملتقط هو ملمس يحتوي على مثلت ومغلق في حالة راح ونكتب S2 بـ أما التخميل يخمله مقياس X33 أو X20 وآخر مرحلة هي X33 ينشيطها المرحلة سابقة X32 في S2 وعند التزيد X33 ينشيطه مقياس X32 ومن O1 أكمل الشرط وهو S2 ملتقطة مفتوه في حالة راحة وآخر شيء وهو شرط تخميل مقياس 33 يخمله X20 عن طريق تخميل جماعي أو يخمله X30 عن طريق F1 نربطها بF3 وهنا أنهيت تزيد معاقب كهربائي لأشغل 3 الآن بقي علي رسم دارة تحكم للمحرك كما تلاحظون في المرحلة 30 أي مقياس 30 لا يوجد أي فعل في 31 يوجد فعل كأم في 32 يوجد نفس الفعل وهو كأم في 33 لا يوجد فعل إذن دارة تحكم تتغذى بجهد 24 فولت متناوب بعدها يأتي ملمس مغلق في حالة طرحة X20 وهنا ماذا علي أن أعصم بما أنها دارة تحكم أعصم الوشئة لا أعصم المحركة لأن المحرك يمثل دارة الإستع أعصم الوشعة وشعة هي عبارة عن مستطيل يحتوي على نقاط مائلة وأسميها كأم مثل ما موجود في غراف ست من بعدها ما الذي يتحكم في كأم من هو المقياس الذي يغذي الوشعة كما تلاحظون يغذيها المقياس 31 وعند تنشط 32 استمرارية تغذية الوشعة إذن هنا أعصم ملمسين الملمس الأول الذي أعصمه هو ملمس 31 أكتب X31 لماذا X31؟ عندما ينشط X31 هذا الملمس يغلق وبالتالي تتغذى الوشعة والوشعة تغلق دارة الاستطاع ويدور المحرك عند تخمي X31 تنشط X32 وتلاحظون أن في X32 كذلك يوجد كأميائي يعني استمرارية تغذية الوشعة وبالتالي أصم الملمس آخر على التفرق وأسميه X32 وبالتالي عندما ينشط X32 ويغلق الملمس ويبقى المحرك يضغل وعند تنشط X33 لا يوجد فعل وبالتالي X32 يفتح وX31 يفتح وبالتالي يتوقف المحرك سؤال رقم خمسة أعطى لنا تركيبة كشف عن الحزم الورقية وأول سؤال قال لي ما وظيفة المقاومة RD كما تلاحظون بما أن المقاومة RD موصولة على تسلسل مع ثنائية ديود فهنا وظيفتها تحديد التيار لثنائية ضوئية وذلك لحمايتها من التلف إذن دور المقاومة RD أهم شيء تقول له تحديد التيار مارف ثنائية ضوئية ديود وذلك لحمايتها من التلف ألبا ما دور هذا التركيب الذي مكتوب عليه AOT يسمى بمضخم عملي يعمل عمل مقارن لماذا قلت مقارن؟ لأنه لا يحتوي التغذية الراجعة ما هي التغذية الراجعة؟ التغذية الراجعة هي ربط مخرج المضخم بأحد مداخله بما أن لا تعجد تغذية راجعة فوظيفة مضخم عملي يعمل عمل مقارن ما هي القيمة التي يقارنها؟ يقارن القيمة الأولى V ناقص وهو الجهد VR2 مع الجهد الثاني وهو V زايد والذي يتحكم فيه المقحل كهروضوئي إذن دور AOP هو مضخم عملي يعمل عمل مقارن يقارن بين جهدين إحداهم مرجع ثابت كما تلاحظون V ناقص هي نفسها VR2 وهذا جهد دائما ثابت ويسمى دائما جهد مرجع والجهد الثاني V زايد وهو جهد متغير جيم طالبا منك ما هو النوع هذا المقحل يسمى هذا المقحل بمقحل مصفات بقناة أن وهذا المقحل يعمل في حالة التبديل ما فرق ما بين مقحل مصفات ومقحل أنبيان؟ مقحل أنبيان لكي يصبح ممرئ يجب أن تغذيه بالجهد يكون أكبر من جهد عتباته وفي ناس الوقت تعطيه التيار للقاعد أما المقحل مصفات فيشتغل بالجهود فقط لماذا يشتغل بالجهود فقط؟ لأن في قاعدتي توجد مقاومة كبيرة جدا وبالتالي تيار يصبح يستوي الصفر لذا مقحل مصفات قناة أن يعمل بالجهود فقط في مقحل مصفات يوجد نوعين مقحل مصفات بقناة أن يعمل في الجهود الموجبة ومقحل مصفات بقناة بي يعمل في الجهود سالبة مثله مثل أمبيان يعمل في الجهود الموجبة وبيان بي يعمل في الجهود سالبة سؤال رقم 6 في سؤال رقم 6 طلب مننا حساب التوتر في ناقص كما تلاحظون هذا التوتر كيف نحسب هذا التوتر؟ لماذا قلت بتطبيق قاسم الجهد لدينا؟ رغم أن قاسم الجهد يطبق على المقاومة موصولة على التسلسل لماذا؟ لاحظوا اتجاه التوتر يأتي من مصدر الجهد ثم يمر عبر R1 وعندما يصل هذه النقطة التوتر لا يمر من هنا لماذا لا يمر؟ لأن المقارن من خصائصه يحتوي على مقاومة الدخول كبيرة جدا وبالتالي التوتر يسلك الطريق السل وبالتالي يمر مباشرة عبر R2 ثم إلى GND وبالتالي R1 وR2 موصولتين على تسلسل وهنا يطبق عليهما قاسم الجهد إذن VR2 ماذا تساوي؟ هي نفسها V ناقصة وتساوي المقاومة المعنية المراد حساب جهدها على مجموعة المقاومات الموجودة في هذا الفراغ كما تلاحظون هنا توجد مقاومتين في الجهد التغذية VCC إذن وتساوي R2 مقاومة المعنية على R2 زيد R1 لVCC تطبيق عددي وتساوي R2 على R2 زيد R1 لVCC وبما أن R1 تساوي R2 تصبح R2 على R2 زيد R2 لVCC وتساوي 1 على R2 بعدما ما نختزل R2 مع R2 وتساوي 6 بوض وهذا الجهد دائما جهد ثابت ويسمى جهد مرجعي بقال لكم ماذا يسمى هذا التوتر؟ يسمى هذا التوتر بتوتر مرجعي ويقصد به توتر ثابت أي مقارن يجب أن يكون جهدين جهد الذي أقارن به يسمى جهد مرجعي والجهد الثاني هو جهد متغير سؤال رقم سبعة طلب منك إكمال جدول تشغيل لهذه الدارة كما تلاحظون عندما تنظر إليها تجدها نوعا ما دارة معقدة لكن هي دارة بسيطة جدا لاحظوا معي هذه الدارة أقسمها إلى ثلاث طوابق طابق الأول وظيفته كشف عن حزم الورقية عن طريق ملتقط كهرو الضوئي طابق الثاني وهو الدارة ضد الارتداد لأن الملمس عندما يستجب يرتد عدة مرات والعداد يحسب تلك الارتدادات إذن دار الارتداد وظيفتها تخلص من الارتدادات الملمس لم يسميه ملمس وآخر طابق وظيفته عداد وظيفته حساب جبهات النازلة بالضبط حساب حزم الورقية نبدأ في طابق الأول طابق الأول في حالة غياب الحزم الورقية كما تلاحظون ثنائية ضوئية تسلط ضوئها على قاعدة المقحل وبالتالي هذا المقحل يكون مشبه مبدأ عمل هذا المقحل إذا سلطت الضوء على قاعدة يكون قاطعة مغلقة ومشبه وممر من كوليكتور إلى إيميتور إذا لم تسلط عليه الضوء فيصبح مانع وبالتالي هذا المقحل مشبه إذن بما أنه مشبه إذن جهد بين طرفيه VCU أضيف له SAT SAT بمعنى SATUR مشبه وأنتم تعلمون VCU SATUR دائما تساوي الصفر نذهب إلى الجهد الثاني نكتب هنا قيمة تواتف VZ تساوي صفر VOLT أو صفر منطقي الجهد الثاني وهو جهد مرجعي قمنا بحسابه وجدناه 6 VOLT هنا ماذا تلاحظ؟ المقارن ما وظيفته يقارن بين جهد 6 VOLT والجهد 0 VOLT ما هي قيم مخرج هذا المقارن؟ لديه قيمتين VST لديه قيمتين إما نقطة هذه مربوطة ب 12 V إما يخرج 12 V أو يخرج GND متى يخرج 12 V و متى يخرج GND إذا كان الجهد القطب غير عاكس أكبر من جهد القطب العاكس فهنا VST يساوي VCC وإذا كان الجهد القطب العاكس أكبر من جهد القطب غير العاكس فإن VST يساوي 0 VOLT ماذا تلاحظون؟ تلاحظون أن 6 VOLT أكبر من 0 VOLT و 6 VOLT مربوطة بالقطب العاكس إذا VST يساوي 0 VOLT بهذا الشاك إذا ما دام أن VST يساوي 0 VOLT فإنني غذيت المصفات بال 0 VOLT وبالتالي مصفات في هذه الحالة لم أعطيه الجهد وبالتالي يصبح مانع وبما أنه مانع فهو قاطعة مفتوحة في هذه الحالة ونقول عننا مقحة مانع أو مزدود أو غير ممر إلى آخره وبما أنه ترانزيستور مانع وبالتالي لا تتمغنط الوشعة لأنه دارة مفتوحة وبالتالي الملمس يبقى في حالته الابتدائية هنا سأدرس قيم R و S المصدر الجهد يعطي تيار تيار يتفرع إلى فرعين الفرع الأول يمر تيار بهذا الشكل ثم يصل إلى نقطة S ما الذي يجد؟ يجد فرعين فرع S و فرع جياندي وبالتالي تيار يختار المسلك السهل وكل تيار يمر إلى جياندي إذا S هنا يزاوي 0 أما بالنسبة R يمر تيار بهذا الشكل ثم يصل إلى هذه النقطة يجد دارة مفتوحة و R وبالتالي يذهب إلى R إذن R يساوي 1 بما أن S بما أن القلب R S يعمل بالمستوى الأعلى فإن S خاملة و R نشطة ووظيفة R وضع القلب في صفر إذن Q يساوي الصفر نكتبها هنا وبما أن Q يساوي صفر Q bar يساوي 1 منطقي وهنا بوابة نفي إذن نفي الواحد هو صفر إذن العدد وصله صفر منطقي هل يعد؟ لا يعد لأن العدد يعد أن جبهة نازلة فقط نذهب إلى حالة ثانية الحالة الثانية عند قطع حزمة الورق الحاجز الضوئي أي عند حضور حزمة الورق ما الذي تلاحظونه؟ تلاحظون أن المقحل الضوئي أصبح مانع وبالتالي جهد بين طرفيه يسمى VCO block block بمعنى المقحل في حالة الحصل لا يمر وجهده يساوي جهد دارة الخروج ويساوي 12 فولت فتلاحظون في هذه الحالة 12 فولت أكبر مستوى و 12 فولت مربوطة بالقطب الموجب إذن V30 ما الذي يخرج؟ يخرج قيمة 12 فولت إذن V30 قيمة VZ تساوي 1 أو 12 فولت أو تساوي VCO block أما توتر الخروج يساوي 12 فولت أو 1 منطقي بما أن V30 يساوي 12 فولت فإن المقحل يصبح ممرر أو مشبع فهو عبارة عن قاطعة مغلقة وبالتالي الوشعة تكون ممغنطة لأن التيار يمر عبر الوشعة ثم عبر المقحل ثم يمر إلى جياني عندما تتغذى الوشعة تعطي حق المغناطسي حق المغناطسي هذا يغير حالة الملمس لاحظوا كيف أصبحت حالة الملمس وبالتالي ستتغير R و S سنلاحظ يبدأ التيار بهذا الشكل ثم يمر عبر R ثم يصل إلى هذه النقطة يجد طريقاً طريق الأول دارة مفتوحة والطريق الثاني يوجد S إذن يذهب إلى S إذن S يساوي 1 أما طريق الثاني فيذهب إلى نقطة هاته فيجد R ويجد مسلك سهل وهو جياني وبالتالي التيار يذهب إلى جياني إذن R يساوي 0 إذن القلاب يعمل بالمستوى الأعلى إذن S نشط و R خاملة ووظيفة S وضع في الواحد إذن K يساوي 1 و K bar يساوي 0 والنفي الصفر هو 1 و إشارة ساعة تكون تساوي 1 هل العداد يحسب هذه الحالة؟ لا يحسب لأن هذه جبهة صاعدة متى يحسب العداد؟ عندما تمر الحزمة وتصل إلى هنا وبالتالي يصبح المقحى المشبع الجهد بين الطرف V-C و SATA يساوي 0 6 أكبر من 0 موصولة بقطب الناقص V-SORTT يصبح هنا يساوي 0 وبالتالي عفوا هنا يساوي 0 وبالتالي مقحى المانع وشاء غير ممانطة لما سيعد إلى الحالة الإبتدائية R يصبح يساوي 1 S يساوي 0 وضع في الصفر نفي الصفر هو 1 نفي الواحد هو الصفر وبالتالي جاءت قيمة صفر منطقة وبالتالي هنا لدي جبهة نازلة إذن هنا العدد يكتب رقم 1 وتبقى هذه العملية متكررة إلى غاية حساب 5 قطع طلب مننا إكمال مخطط منطقي لعداد ترديده خمسة أول شيء أول شيء مادم أعطى لنا مصدر VCC فهنا يجب علي تحويل قلابات GK إلى قلابات T أو قلابات تعمل في حالة التبديل في هذه الحالة G A و K A و G B و K B و G C و K C كلها تربط بمصدر VCC فحذري أن تكتبوها واحد واحد لأنه ألزم K بمصدر جهد VCC هذا أول شيء ثاني شيء أنظر إلى تركيب العدد المعطى فتلاحظون الإشارة الساعة من مشؤول عنها A إذن هنا أكتب A وبما أن نقلب الأول موصد بالA فهو الوزن الأضعف هو الذي يحسب البيت الأول البيت الأضعف بعدها يجب علينا تصميم عدد تصاودي كيف نصميم عدد تصاودي؟ بما أن جبهة نازلة يجب أن تربط بالمخرج الصعب متى يكون عدد تصاودي؟ يجب أن تكون الجبهة مختلفة عن المخرج إذا كانت جبهة نازلة يجب أن يربط بالمخرج الصعيد وإذا كانت جبهة صاعدة يجب أن يربط بالمخرج النازل فإذا تشابهت الجبهة مع المخرج فهنا يصبح عدد تنازل فحذري حذري حذري هنا عند هذا ربط هنا صممت عدد ترديده ثماني أرجع إلى تركيب تاعي ما الذي آخر قلاب المربوط آخر قلاب ويسمى MSB وهو قلاب ذو وزن الأقوى ثم نذهب إلى إرجع الصفة من المسؤول عن إرجع العدد إلى الصفة؟ كما تلاحظون بوابة النور بمدخلين مدخل أول راز ومدخل ثاني X10 يجب إتباع هذا تركيب إذن أكتب هنا راز وهنا أكتب X10 فحذري أن تربط البوابة بالمدخل بوابة نور يجب إتباع تركيب الموضع بقي علي إنجاز عدد ترديده خمسة انطلاق المنارسن كما تلاحظون الإجابة موجودة هنا إذن المعادلة هي K-A في K-B-B في K-C أو بطريقة ثانية أن يساوي خمسة بنظام عشر أحولها إلى نظام ثنائي فأجدها تساوي 100 و 1 حيث البيت الأول هو LSB مسؤول عنه المخرج K-A والبيت الأخير هو MSB ومسؤول عنه القلاب C إذن كم يوجد عندي واحد منطقي لدي قيمتين كنت أستطيع أن أرسم بوابة بمدخلين وأربطها بK-A و K-C فقط لكن هنا أرغمني وأعطى لي بوابة بثلاث مداخل في هذه الحالة كل قلاب تربط بالبوابة حيث القلاب الأول يربط عن طريق K-A والقلاب الثاني بما أن قيمة تساوي السفر إذن هنا قيمة K-B تكون قيمة منفية K-B-B إذن تربط مع البوابة عن طريق مخرج K-B-B وآخر القلاب يساوي واحد منطقي إذن يربط K-C وهنا أكتب أن يساوي خمسة بهذا الشكل وهنا أنهيت تصميم عدد ترديده خمسة سؤال رقم تسعة طلب مني ما اسم هذه الدارة؟ هذه الدارة تسمى مذخم استطاع السفر بي أو مذخم دفع جذب مذخم استطاع السفر بي وظيفة تضخيم الاستطاعة وذلك عن طريق تضخيم تيار أو يسمى بمذخم دفع أو جذب لماذا سمي دفع أو جذب؟ لأن المقحة الأول M-B تيار يذهب إلى قاعدته وكأن التيار يدفع القاعدة والمقحة الثانية P-B التيار يخرج من القاعدة وكأن التيار يجذب القاعدة في هذا المذخم وظيفة تضخيم استطاع وبالتالي تضخيم نوبتين تضخيم النوبة الموجبة والنوبة السالبة إذن M-B-N وظيفة تضخيم النوبة الموجبة وB-N-B وظيفة تضخيم نوبة سالبة لماذا أضفت الديودين؟ وظيفة الديودين إزالة تشوه المتسبب فيه توتر العتبة لمقحة T1 وT2 بحيث يجب الانتقاء ديودين يجب أن يكون جهد العتبة لديود دي واحد هو نفسه جهد العتبة لديود دي واحد وطبيعة المادة ديود واحد هي نفسها طبيعة المادة لمقحة T1 إذن جهد العتبة لدي واحد دائما يساوي تي واحد إذن وظيفة ديود واحد هو تخلص من تشوه المتسبب فيه فيبيو للمقحة الأول بنفس الطريقة دي اثنين تخلص من جهد العتبة المتسبب فيه مقحة T2 وركزوا على المراجع الثنائية إذن دي واحد ودي اثنين لديهم مراجع هو واحد ان ربعلاف وسبع سبع نذهب إلى سؤال عشرة طلب منك استخراج توطر عتبة لديودين ومعرفة المقاحي المناسبة لدارة تلخيم وأهم شيء الذي نبهتكم إليه هو المرجع الثنائية إذن مرجع ديود واحد وديود اثنين هو واحد ان ربعلاف وسبعة كما تلاحظون هنا واحد ان ربعلاف وسبعة بما يتميز ديود لديه جهد الأعظامي الذي يتحمل ألف وتيار الأعظامي هو واحد أمبر الذي يتحمل وجهد العتبة هو صيفة فاصل سبعة ويتركز على جهد العتبة إذن مازع ديودين هنا هما واحد ان ربعلاف وسبعة ثاني شيء كيف أختار مقحة لين في مضخم سنف بي يجب أن يكون لدي مقحلين متكاملين أي مقحة أول myn وثاني myn وهذه المقحلين لديهم نفس الجهد العتبة لجهدين بما أن الجهد العتبة صفة سبعة لاحظوا عندي مقحة أمبيان المقحة الأول جهد العتبة صفة فاسستة ومقحة أمبيان ثاني صفة فاصل سبعة وبالتالي من هو المناسب في النوبة الموجبة إذن هو المقحل بي سي ثثمية وسبعة وثلاثين هنا أخطأت المقحل الذي يضخم نوبة الموجب أما النوبة السالبة يجب أن أبحث عن مقحل كذلك جهد العتبة يستخدم سيف فاصل سبعة ناقص سفة سبعة وتلاحظون هو المقحل ذو مرجع بي سي ثثمية وسبعة وعشرين إذن المقحلين المناسبين هما بي سي ثثمية وثلاثين وبي سي ثثمية وسبعة وعشرين التعليل لأن المقحلين أولا يجب أن يكون متكاملين يجب الأول يكون أمبيان والثاني بيان بي لكي يضخم الأول نوبة الموجب والثاني يضخم نوبة سالبة والثاني الشيء يجب أن يكون توطر عتبة فيبيو للمقحلين مساوي لتوتر عتبة لثنائيتين الديود ويساوي 0.7 فولت الأرقم 11 أعطى لك تركيبة تحكم في محرك ثلاث طور مع عنصر التقني وهذا عنصر التقني مجهول وطلب منك تسمية العناصر مرقم أول عنصر كما تلاحظون أي محرك يجب أن نضيف إليه قاطعازل مع الفواصم إذن واحد هو قاطعازل مع فواصم ما وظيفة قاطعازل مع فواصم؟ وظيفته غلق وفتح يدويا أي شخص يغلق ويفتحهم يدويا وفي نفس الوقت قاطعازل يحتوي على فواصم وظيفة حيماية من تيار العالي أما العنصر الثاني وهو ملامس كهروم مغناطيسي ما وظيفة ملامس كهروم مغناطيسي كآم؟ وظيفته غلق وفتح آليا ومن الذي يتحكم هذه الملامس تتحكم فيهم الوشعة كآم الموجودة في دارة التحكم أما العنصر الثالثة فهو مرحل حراري وظيفته حماية المحرك من فرط في الحمولة عندما يمتصر المحرك تيار أكبر من تيار اسمي فهذا يسمى بفرط حمولة وبالتالي يتم فتح شفارة ثلاثة ويتم قطع تغذية على المحرك سؤال رقم 12 طلب منك ما هو النوع الإقلاع بما أن المحرك مربوط مباشرة كما تلاحظون مباشرة بشبكة تغذية إذا النوع الإقلاع هو إقلاع مباشر إضافة إلى المكبح ووظيفة المكبح هو توقيف المحرك أثناء قطع تيار عليه ووظيفة العنصر التقني هو كبح المحرك لحظة القطع تيار عليه لماذا قلنا قطع تيار عليه تخيلوا لدي بيساط بيساط هذا يديره محرك وهذا بيساط يحتوي على قطع عندما يلتقط القطع المحرك يتوقف مباشرة ما الذي يجعله يتوقف مباشرة هو المكبح وصلنا إلى أسئلة محول وقبل إجابة على هذه الأسئلة يجب فهم المعطيات إذن من الجهد الأكبر الذي يأتي في الجهة اليسرى يسمى الجهد الأولي الإسمي وهو الجهد الممتصة من الشبكة أما الجهد الذي يأتي في الجهة اليمنى فهو الجهد الثانوي الإسمي وهو الذي يغذي الحمولة هذا المحول ذو خاصة 220-12V مستعمل لتغذية دارات إلكترونية وجريت عليه التجارب التالية في الفراغ ما معنى تجربة في الفراغ أن المحول الملف الأولي يركب مع شبكة والملف الثانوي لا يركب مع الحمولة كما تلاحظون U20 يسوي 12.6V ما معنى U20؟ U معنى الجهد الثانوي الصيفر بمعنى تجربة الفراغ وكما تلاحظون بما أن الجهد الثانوي يسوي 12.6V لاحظوا جيدا جهد الثانوي إسمي يسوي 12V فهونا تستنتج أن 99% أن الهبوط في الجهد يسوي 0.6V فهونا تبدأ تستخرج في الأسئلة إذن 12.6V وهو الجهد الثانوي في تجربة الفراغ أما P10 تسوي 1.8V P بمعنى الاستيطاعة 1 في الملف الأولي السفر في درق الفراغ تسوي 1.8V بمجرد أن تجد P10 فاعلم أنها هي الضياء الحديد إذن P10 دائما تسوي 5V ولديها برهان خاص نذهب إلى التيار في دارة القصيرة أو دارة القصر قال لنا من أجل A2CC يسوي A2 nominal ويسوي 3.5V إذن P1C تسوي 2.1V ما معنى P1C؟ P1C هي الاستيطاعة الممتصة في الملف الأولي بمعنى دارة القصر وهذا المقدار دائما يمثل ضياعات الحرارية بمجرد أن يقول لك P1C اكتبها مباشرة تسوي P10 وتسوي 2.1V ثم قال لنا يغضي هذا المحول حمولة مقاومة أهم شيء أهم شيء ما هو نوع الحمولة؟ بما أن الحمولة التي يغضيها المقاومة بماذا تمتاز الحمولة مقاومة؟ تمتاز بفرق الصفحة في اثنين يساوي صفر إذن كوز في اثنين يساوي واحد الآن نرجع إلى أسئلتنا سؤال الأول قال لكم ماذا تمثل P10 وماذا تمثل P1CC؟ P10 تمثل الضياعات الحديدية أو مغناطسية في هذا المحول وهي تسمى Pert-F أما P1CC تمثل الضياعات منفع الجول أو ضياعات الحرارة في هذا المحول وتسمى Pert-Jول سؤالي بعده طلب مننا حساب نسبة تحويل في الفرق نسبة تحويل في الفرق ماذا تساوي؟ M0 تساوي الجهد الثانوي في تجربة الفرق على الجهد الأولي أو تساوي تيار الأولي في تجربة القصر على تيار الثانوي في تجربة القصر هل يناسبون القانون الثاني؟ لا يناسبون لأنه لم يعطي لي A1CC وبالتالي نعمل بالقانون الأول إذن M0 ماذا تساوي؟ تساوي 12.6V على 220V وتساوي 0.057V سؤال رقم 14 طلب مننا حساب المقاومة المرجعة للثانوي R-S R-S ماذا تساوي؟ لديها عدة قانون الأول قانون الأول تساوي P1CC ونعلم أن P1CC هو نفسه بيرت جول وأعطى لنا قيمته على A2CC مربع وكذلك مربع وقانون الثاني ماذا يساوي؟ يساوي R2 مقاومة الملف الثانوي زايد R1 مقاومة الملف الأولي في نسبة تحويل مربع هل أعطى لي R1 وR2؟ لم يعطي لي تلك المقاومة وبالتالي القانون الثاني لا يناسبوني إذن يناسبوني القانون الأول إذن R-S ماذا تساوي؟ تساوي 2.1 على 3.5 يكون مربع وتساوي 0.171Ω نذهب إلى سؤال رقم 14 سؤال رقم 14 طلب مننا استنتاج هبوط في التوتر دلتا U2 دلتا U2 لديها قانونين قانون الأول يساوي U20-U2 وعلمناها من قبل وتساوي 12.6V ناقص 12 وتساوي 0.6V أو قانون الثاني لدينا دلتا U2 ماذا يساوي؟ يساوي تيار الثانوي فيما بين قوسين R-S كوز في اثنين زائد XS سينيس في اثنين وبما أن الحمولة مقاومية عرفنا أن في ثنين يساوي سيفر إذن كوز سيفر يساوي واحد وسينيس سيفر يساوي سيفر إذن يصبح القانون بهذا الشكل يصبح تلتا U2 يساوي اثنين في R-S ويساوي 3.5 في سيفر فاصل ويساوي سيفر فاصل ويساوي سيفر فاصل ويساوي بتقرير 0.6V ونفس النتيجة سؤال موالي طلب مني حساب استطاعة الملف الثانوي P2 قبل حساب الاستطاعة هناك ثلاث استطاعات لاحظوا معي هذا هو محول خافض هذا ملف أولي وهذا ملف ثانوي الملف الثانوي دائما نربطه بالحمولة الحمولة الموجودة عنده هي عبارة عن مصباح هل توهج المصباح؟ لم يتوهج لماذا؟ لأن الملف الأولي المحول غير مغذى عند تغذية الملف الأولي بجهد 220 فول ما الذي تلاحظونه؟ تلاحظون توهج المصباح بحيث الجهد هذا لا يساوي 220 فول بل يساوي 12 فول إذن الجهد الذي يمتصه الملف الأولي هو جهد الأولي والتيار الذي يمتصه هو تيار أولي أما ملف الثانوي فيعطي لنا جهد مخفض على الجهد الأولي وهو 12 فول وكذلك يعطي لنا تيار ثانوي الذي يغذي هذا المصباح إذن هناك استطاعات الاستطاع الأولى مثلا يقول لك أحسب استطاعة ملف الأولي استطاعة ملف الأولي ماذا تساوي؟ تساوي الجهد الملف الأولي وهو E1 في التيار الأولي وهو E1 في معامل استطاع وهو CAUSE في E1 وهذه الاستطاعة تسمى الاستطاعة الممتصة لأن الملف امتص تلك الاستطاعة وتسمى كذلك P1 استطاعة ملف الأول أما الاستطاعة الثانية ماذا تساوي؟ تساوي P2 معنتها استطاعة ملف ثانوي وتساوي الجهد الذي تغذى به المصباح وهو جهد ثانوي في التيار ثانوي في CAUSE في 2 وهذه الاستطاعة تسمى بالاستطاعة المفيدة أو تسمى الاستطاعة مقدمة للحمولة يجب أن نفرق بين الاستطاعة المفيدة والاستطاعة منتص استطاعة المنتص هي الاستطاعة التي ينتصها الملف الأولي والاستطاعة المفيدة أو مقدمة للحمولة هي الاستطاعة التي يقدمها ملف ثانوي إذن إلى حد الآن لدينا استطاعته تخيلوا لو أقطع سلكين بمقصة هذه تجربة تصبح تجربة في الفراغ هنا P 20P معنتها استطاعة 2 ملف ثانوي صفر فراغ تساوي صفر حالة تساوي صفر لأن تيري 2 يساوي صفر ويبقى للاستطاعة منتصة في تجربة الفراغ ورمزها P10 ماذا تساوي؟ تساوي الجهد الأول منتصف في حالة الفراغ في التيار الأول منتصف في حالة الفراغ في COUS FE 10 إذن هنا لدينا ثلاث استطاعات استطاعات منتصة من الملف الأولي والاستطاعات المفيدة من ملف التي يعطيها ملف ثانوي والاستطاعة المنتصة في تجربة الفراغ أعود إلى سؤالي سؤالي طلب مني حساب استطاعة ملف الثانوي P2 وهي استطاعة مفيدة أو استطاعة مقدمة للحمولة وتساوي جهد الثانوي فتيار الثانوي في كوز في اثنين وبما أن حمولة مقاومة فإن P2 يساوي صفر إذن كوز في اثنين يساوي واحد إذن P2 استطاعة مفيدة ماذا تساوي جهد الثانوي في تايا ثانوي وتساوي 12 في 3.5 وتساوي 42 واط السؤال الموالي طلب مني حساب المردود تعلمون أن المردود يساوي استطاعة المخرج على استطاعة المدخل ما هو المخرج؟ هو الاستطاعة المفيدة بي 2 وما هو المدخل؟ هو استطاعة الممتصة بي 1 إذن المردود ماذا يساوي؟ بي 2 على بي 1 وكما تلاحظون هذه تسمى شجرة طاقوية للمحاول حيث الملف الأول يمتص استطاعة الأولى هي استطاعة ممتصة بي 1 ثم تنشأ ضيعات ضيع الأول بسبب الأسلاك النحاسية الموجودة في الملف الأول وملف الثاني ويسمى بيرتجول ثم يضيع ضيع آخر ويسمى ضيعات الحديدية والسبب هو دارة المغناطيسية وتبقى استطاعة صافية وتسمى الاستطاعة المفيدة إذن ماذا تساوي استطاعة المفيدة؟ تساوي استطاعة الممتصة بي 1 ناقص بيرتجول ناقص بيرتجول أو باستطاعة المفيدة تساوي جهد ثانوي فتيا ثانوي في قص في 2 نعود إلى مردود مردود يساوي بي 2 على بي 1 ويساوي بي 2 على بي 2 زيت بيرتجول زيت بيرتجول لماذا؟ لأنه لم يعطي لي الاستطاعة ملف الأول أو استطاعة الممتصة وبالتالي كتبتها عن طريق وكتبتها بدلالة بي 2 إذن بي 1 ماذا يساوي؟ هذا الارتفاع ماذا يساوي؟ يساوي بي 2 زايد مختلف الضيائعات إذن مردود يساوي بي 2 على بي 2 زيت بيرتجول زيت بيرتفار تطبيق عددي ويساوي 42 على 42 زيت 2.1 زيت 1.8 ويساوي 0.915 إذن مردود بنسبة مئوية يساوي 91.5 بالمئة